موسيقى خلال استقباله وزيرة خارجات تنزانيا الرئيس السيسي يشدد على موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس السومال الجديد ويؤكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتقديم مختلف صور الدعم والمساند الممكن للسومال الشقيق موسيقى البنك الدولي يرفع توقعاته بنمول اقتصاد المصري ليتجاوز معدلات ما قبل جائحة كورونا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنيت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابتة بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا لبراطا مولا حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل أليات التعاون المشترك في مختلف المجالات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سميا حسن من جانبها نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من رئيسة تنزانيا تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير لعلاقتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأتر التعاون بين الجانبين وخلال مؤتمر صحفي بمقار وزارة الخارجية قال وزير الخارجية سامح شكري أن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا من خلال التنسيق الوثيق بين البلدين وذلك للارتقاء بالعلاقة والعمل في الاتحاد الأفريقي وتحقيق مصالح القارة الأفريقية تزي كثيراً بألاقات التعاون التي تربط بيننا والتفاهم سيادتها تزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة وأيضاً العمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق مصالح القارة الأفريقية وأيضاً التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية كما أوضح وزير الخارجية أنه تم التباحث حول التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة سد جوليوس نيريري الذي تتولى شركات مصرية تدشينه كان هناك تويه من قبل الرئيس أيضاً مضعوم من قبل فخامة رئيس الجمهورية بدرورة الإصراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة وبعد التحديد الجيد لمخرجاتها تبحثت معاً معي الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيسة للقاهرة في العام الماضي وضرورة تفعلها وتزليل أي عقبات تعتريها كذلك تم استعراض التقدم المحرز في المشروع لقومي الهام سد جوليوس نيريري التي تطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين مصر وتنزانيا مستمر كما تم التطرق خلال المؤتمر لعدد من القضايا الإقليمية وأهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء أعقدت مع معاية الوزيرة جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين تم خلالها الدخول في تفاصيل المرتبطة بكل أوجب التعاون سواء كانت اقتصادية استمرار التنسيق الوسيق على المستوى السياسي في إطار الإلاقات التنائية أو في إطار عدوية الآن تنزانيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي وأيضا استمرار الأناقة المبنية على روافط تاريخية عديدة تجمع بين البلدين وكانت دائما تؤدي إلى الدعم المشترك في الترشيحات في المنظمات الدولية وسوف نواصل حدثنا للتطرق إلى أيضا القضايا الإخليمية وطبعا في مقدمتها الخضايا الفلسطينية والأوضاع في ليبيا في سوريا العمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنزيمات الإرهابية من جهتها أكدت وزيرة خارجية تنزانيا لبرا تامولا أن الزيارة الأخيرة لرئيس التنزانيا في نوفمبر الماضي هي زيارة تاريخية وتمثل حجر الزاوية حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم في عدد من المجالات كانت لدينا مناقشات ومباحثات مسمرة بحضور فخامة الرئيس وبعد تلقيه أرسالة من أخته رئيسة تنزانيا ساميا حسن فإنها تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين وبين البلدين إن فخامة الرئيس يغتنم هذه الفرصة لأن يوجز لرئيستي بالتعاون المثمر بل والمتميز بين بلدين لسيما على إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيستي ساميا في نوفمبر الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال وشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن من جانبه أشاد الرئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية وخلال كلمته في حفل التنصيب أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر للجهود الوطنية للصومال لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب داعيا الدول الشقيقة لدعم ومساندة الصومال في مواجهة التحديات ذلك من أجل تحقيق الازدهار وتطلعات شعبه أنقل تحيات فخامة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة رئيس حسن شيد محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال فخامة الرئيس والسادة الحضور أن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور حيث كانت مصر في طليعة الدول حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدي الصومال والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته كان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى العاصمة الصومالية مقدشيو حيث كان في استقباله بالمطار نظيره الصومالي محمد حسين ربلي وسفير مصر بالصومال تاتي المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في مراسم التنصيب تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال الصومال عام 1960 وتاتي في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عزم مصر على مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق من عجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشر المركز الإعلامي المجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات تصلت الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن النمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021-2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاما ليصل بذلك إلى 6.1% مقارنة بـ 3.3% عام 2020-2021 هذا وقد أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادية في مصر سيظل مدعوما بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية كما أشار إلى أن مصر قد شهدت نشاطا اقتصاديا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 وللمزيد من المتابعة أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي يعني ما تفسيرك حول رفع البنك الدولي من توقعاته بشأن النمو الاقتصاد المصري على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تضرب أكبر اقتصادات العالم أولا ما سأخير عليكم وعلى كل مشاهدين يمكن البنك الدولي مؤخرا في المراجعة الأخيرة أو مراجعة نتائج أو مؤشرات الاقتصاد المصري الكبيرة أو مشروعات العملاقة أو نمو حتى المشروعات الصغيرة والمتوقفتة نعم ونمو الصدرات المصرية يمكن سمعنا أن الصدرات المصرية وصلت إلى 31 مليار دولار وده بكرة الحكومة بتتكلم في 50 60 70 مليار تارجت وهدف في السنوات القادمة طبعا مع النمو الاستثمار الخارجي المباشر من ساميل اف دي اي وإحنا من أولى الدول على مستوى القارة الأفريقية الأولى يمكن الأول بسنوات في استخدام الاستثمارات الخارجية المباشرة طبعا ده يعني إنجاز نتيجة الاستثمارات الحكومية أو القطة الحكومية العاملة في الدفع وجذب وإكتزاب الاستثمارات سواء الحكومية أو الخاصة أو سواء العامة لأن احنا محتاجين نعمل نمو اقتصادي وليه محتاجين نعمل نمو اقتصادي لأن احنا محتاجين نخلق فرص عمل بشكل كبير جدا لكن محتاجين نحنا نخلق مليون كان دولة رجلس الوزراء بيكلم على هذا الموضوع منذ أيام نحنا محتاجين نخلق فوق المليون مش بس مليون فرصة عمل سنوين عشان كده النمو بتاعنا محتاجين نبقى ستة أو سبعة في المية ويمكن عشرة في المية أرقام صعبة جدا أنا أقول خمسة أو ستة في المية أرقام صعبة جدا نحنا نهاردة إن شاء الله نطلع فوق الستة في المية وعشان كده البنك الدولي يعني متحدث فعلا عن معجزة أو إنجاز كبير جدا إيه الدولة إيه المصرية في إنها توصل إلى هذه المعدلات صعب إن إحنا يعني أو صعب دول كتير إنها توصل إحنا ممكن بنتكلم على 2% أو 3% في أوروبا في الولايات المتحدة مش معنا كده إن إحنا اقتصدنا متطور أكتر من الولايات المتحدة لكن ده معناه إن إحنا بنجري بشكل سريع علشان نقدر إن إحنا نخلق قرص عمل ونخلق استثمارات لولدنا وإلى الشعب المصري دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي شكرا جزيلا لك وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 7 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 611 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط ثمان قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 42 طن أقماح محلية أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وحاليا الأزمة الروسية الأوكرانية وأضفت الوزارة أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصري خلال ثماني سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطنية ترجمة نانسي قنقر 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 إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يقوم بشراسة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب على حد تعبيره وفي تصريحات أكد وزير الخارجية الروسي أن مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب دات أهمية خاصة مضيفا أن بلاده تشهد مقاومة شرسة للتغييرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر وأشار إلى ورود مقترحات حول بيع أنظمة جافلين التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة سيفورون دانسك في محاولة من موسكو للسيطرة عليها وفي المقابل تقف القوات الأوكرانية صامدة في معاركة هي الأصعب منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وفقا لتصريحات الرئيس الأوكراني ما بين تحقيق قوات الروسية مكاسب كبيرة في مدينة سيفورون دانسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك وبين تمسك الجيش الأوكراني بالدفاع عن أرضه يحتدم القتال بين الطرفين في المنطقة الواقعة شرقية أوكرانيا فاشل الجانب الروسي في السيطرة على العاصمة كييف دافع الكريمل إلى نشر قوات بأعداد كبيرة للسيطرة على دونباس لتحريرها من القوات الأوكرانية على الجانب الآخر الرئيس الأوكراني فروديمير زيلينسكي أكد في كلمة له أن معركة الدفاع عن سيفورون دانسك قد تكون أصعب المعارك التي خاضتها قواته منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده ووصفها بأنها أكثر معركة وحشية ميدانياً انسحبت القوات الأوكرانية من سيفورون دانسك إلى ضواحي المدينة والمنطقة الصناعية ومصنع آزوت الكيميويات متعهدين بمواصلة القتال لأطول فترة ممكنة وذلك بعدما تمكنت القوات الروسية من إلحاق دمار هائل بالمدينة وإعلان موسكو أن قواتها تتقدم نحو السيطرة على الإقليم بشكل كبير المدفعية الروسية قامت أيضاً بتدمير مدينة لستشانسك المقابلة لسيفورون دانسك من الناحية الأخرى من نهر سيفورون دانسك وفي محاولة لتطويق الأوكرانيين في دونباس تضغط موسكو من ثلاث اتجاهات رئيسية هي الشرق والشمال والجنوب ما جعل روسيا تسيطر الآن على أكثر من 98% من لوهانسك حضر الرئيس الأوكراني من أن العالم على شفى أزمة غذاء وصفاب المروعة بسبب العملية العسكرية الروسية في بلادها وأكد الرئيس الأوكراني أن الملايين قد يموتون جوعاً بسبب حصال روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود مشيراً إلى أن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى بدوره أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو درجي أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات بأن موانيها لم تتعرض لأي هجمات من أجل شحن شحنات الحبوب وفي كلمته خلال اجتماع وزري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة الحاجة إلى رفع الحضر عن ملايين الأطنان من الحبوب العالقة هناك بسبب الحصار الروسية مشيراً إلى أهمية جهود الوساطة التي تبدلها الأمم المتحدة لتحقيق ذلك حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وفي بيان للأمم المتحدة أكد جوتاريش أن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتصارع كما حضر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا ودع الأمين العام إلى إيجاد حل سياسي يتماشى مع القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة على دو مفتاح أولاً يجب أن نعطي الضعف إلى الأمين العالم والأسفل لإنسان المتحدة للعامة العالمية وإنسان المتحدة إلى المتحدة عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسها نكرر عليكم مشاهدينا هذا النبأ العاجل حيث وردنا من وزارة الداخلية حيث قالت الوزارة إنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام وكذا عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه عودة إلى الملف الأوكراني حيث أظهرت بيانات وزارة الزراع الأوكرانية أن صادرات الحبوب قد انخفضت بنحو النصف في الأيام السبع الأولى من يونيو بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021 إلى 252 ألف طن ووضحت البيانات أن هذه الكمية شملت 225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح وتسعة آلاف طن من الشعير كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن شهريا من الحبوب قبل العملية العسكرية الروسية وترجعت الكميات منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أكبرت أكبرت أوكرانيا التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية أكبرت على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نحر الدانوب قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ألفاو إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة قد تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا والتي تواجه فواتير واردات قياسية وفي تقرير قالت ألفاو إن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية قد بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين موضحا أن تكلفة الأسمدة قد تطيل أمد أزمة الغذاء العالمية أعلنت سلطة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الوفيدين إلى أوكرانيا إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وعشرين ألف ذلك منذ بداية العملية العسكرية روسية في أوكرانيا وفي بيان أكدت سلطة حرس الحدود البولندية أن ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة لاجئ دخلوا البلاد أمس الأربعاء من أوكرانيا موضحا أن مليون وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف شخص غادروا بولندا وعادوا إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ بدء الأزمة الأوكرانية أعلنت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل التضخم السنوي في البلاد قد تراجع بنسبة 17.1% في مايو بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل الماضي وقالت الهيئة أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوية الشهر الماضي مقابل 20.5% في أبريل وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير تعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات الدولية شاملة حظر الصادرة الرئيسة ما أدى إلى ارتفاع التضخم أهلا بكم من جديد أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة ستتم خلال الأيام المقبلة جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدة وفدا ضم سفراء دول الدنمارك ونرويج وفنلندا والسويد وأوضح أن المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة خصوصا الوضع الاقتصادي وخطط التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن للبنان قرود تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها بدأت السلطات الصينية فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في بعض مناطق مدينة شانغهاي ووضحت السلطات أن السكان في ثلاثة أحياء على الأقل في شانغهاي سيخضعون لخمس جولات من الفحوص الإجبارية تنتهي في الثالث والعشرين من يونيو الجاري على أن يبقوا داخل منازلهم خلال تلك الفترة وأعلنت شانغهاي رصد أربع حالات مؤكدة كلها في مناطق حجر صحي كانت شانغهاي قد خرجت الأسبوع الماضي من إغلاق دام شهرين على مستوى المدينة لكن بعض التجمعات السكنية تم تطويقها مرة أخرى مع استمرار السلطات في انتهاج سياسة تهدف للقضاء تماما على سلاسل العدوى أقرى مجلس النواب الأمريكية مشروع قانون لرفع السنة القانونية لشراء البنادق نصف الألية من سن 18 إلى 21 عاما وتخذ مجلس النواب سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة دفعت مجلس النواب الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 18 إلى سن 21 عاما مجلس النواب اتخذ أيضا سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية بأغلبية 223 صوتا مقابل رفض 204 أصوات كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة أبرز هذه الإجراءات حضروا بيع مخازن الذخيرة بساعة تزيد عن عشر طلقات حيث من المقرر أن يتجه مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ لإقراره بصورة نهائية تحرك تشريعي يأتي على وقع فعاليات عديدة نظمتها جمعيات مراهضة السلاح أمام مبنى الكابيتول للتشجيع على تمرير هذه التشريعات لمنع حوادث إطلاق النار التي أصفرت منذ شهر أبريل الماضي وحتى السادس من شهر يونيو الجاري في ولايات تينيس وأوكلهوما وتكساس ونيويورك عن مقتل 29 شخصاً ووقوع نحو 46 مصابة كان أحدث هذه العمليات المروعة إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا وبينسلفانيا نتج عنها ستة قتلى على الأقل وأكثر من 25 جريحاً في أحدث حالات عنف مسلح بعد المذابح الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلهوما حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي ومتكرر في الولايات المتحدة صارت تهدد المجتمع الأمريكي الذي أصبح يفتقد الأمان ولا يعرف الناس عند نزولهم إلى الشوارع أي مصير سيواجهون أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أهمية الحاجة إلى عمل جماعي لإنعاش المحيطات وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات قال جوتيريش أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كشفت أن أربعة مؤشرات مناخية رئيسية قد تجاوزت أرقاماً قياسية جديدة في عام 2021 وهي ارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وتحمض المحيطات وتركيزات غازات الدفئة وشدد جوتيريش على أن ضمان محيطات سليمة ومنتجة هو مسؤولية جماعية ولابد من الوفاء بها من خلال العمل معها لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفقد ثلاثة آخرون جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة هنان بوسط الصين وذكرت وسائل إعلام صينية أن 1.79 من مئات مليون شخص قد تضرروا جراء الفيضانات مع خسائر اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 4 مليارات يوان وألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بمنازل 1.195 أسرة والكثير من البنى التحتية الزراعية والصناعية بما في ذلك الأراضي الزراعية والخزانات والطرق السريعة وإمدادات الطاقة ومرافق الرأي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة بمحافظات الدلتا والمحافظات الحدودية ضمن خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضح التحالف أنه تم تسيير قافلة طبية موسعة بمحافظة جنوب سيناء واستهدفت القافلة المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع مشيرا إلى أن القافلة نجحت في تقديم الخدمات العلاجية لألف وخمسمائة وخمسين مواطنا في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم لهم كما تم تسيير قافلة طبية أخرى لمحافظة الغربية نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من سبعمائة حالة من مختلف الأعمار يشارك وزير الرئي والموارد المائية محمد عبد العاطي في مؤتبر دوشانبي للمياه ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث بعدد من السادة الوزراء وكبار مسؤول المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية وعلى هامش مشاركته في المؤتمر ترأس وزير الرئي جلسة تعزيز الروابط بين الموارد المائية وتغيير المناخ وخلال الجلسة أشار الوزير إلى أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي ذلك نظرا للأثار المتزايدة لتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم وتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس الأمريكية في ولاية فلوريدا يأتي إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا كما يأتي إطلاق القمر الجديد بعد الانتهاء من عمليات التشغيل والاختبار التي تم إجراؤها على القمر هي لحظة الفرحة وشعور بالفخر لدى المهندسين العاملين بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية والذي يتميز بقدرات جغرافية فائقة في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الشركة في مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الأقمار الصناعية بالعالم الأمر بعد ما هينطلق هيوصل ليه على بعد 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض هيبقى الأول عند خط طول 10 درجات وده الهدف منه أن أنا أعمل كل الاختبارات على القنوات القمرية اللي التردودات بتاعتها شيرد أو مشتركة مع الأمر الحالي الموجود 200 واحد علشان لو عملتوا عند 7 وسط يحصل إنترفيرنس أو تداخل مع الأمر الموجود حاليا الفيتشارز الجديدة بقى اللي موجودة في الأمر لأنه هو بيغطي مناطق تغطية جديدة زي جنوب القرى الأفريقية وزي منطقة حود النيل ولينا بعد حقوق التردودات برضو في منطقة الشرق الأوسط وأيضا خدمة مقافحة التشويش دي بنأمن بعض التردودات المهمة على الأمر 301 من التشويش وأيضا خدمة الإنترنت عبر جملة مسا عربية محطة التردودات العالية 301 هي إحدى المحطات الجديدة داخل شركة النيلسات والتي يوجد بها أنظمة تحكم عالية الجودة وستعمل على مراقبة وتشغيل القمر الصناعي الجديد بالإضافة لغرفة التحكم الرئيسية التي ستتابع القمر 201 و301 الجديد من خلال المهندسين العاملين في الشركة الذين يشعرون بحالة من الفخر لمشاركتهم في هذا النجاح التاريخي مصر بالأمر 301 بنأمن 20 سنة كمان جايين لتقريباً لـ 2040 من التكنولوجيا البس الرقمي والبس الفضائي وبنأمن البس الرقمي وكذلك الإنترنت نحن هنا في التحكم رائب الأمر تقريباً 24 ساعة في الـ 24 ساعة بنرائب الأمر التريمترز اللي بتيجي من الأمر بنتابع حركته بنتابع موجوده في المدار بتاعه ويبقى موجود في مكان معين أي تغيرات أي ألرمات بتجلنا بنبدأ نبلغ بيها مهانسين الساتيلايت وبعدها هم بيقدروا ياخدوا الدور المعين اللي يمشي عليك نحن بنتابع الأمر الأمر كلها اللي عادت على الشركة نحن بنتابع أي مشكلة تحصل أي حاجة بتيجي منه أي إشارة بنستقبلها ولو فيه أي مشكلة نحن بنتعامل معيها إطلاق القمر الصناعي الجديد 301 خطوة تؤكد مضي مصر نحو الجمهورية الجديدة بإحداث طفرة نوعية كبيرة في مجال الأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي وفتح قنوات اتصال جديدة مع الأشقاء من القارة السمراء فضلا عن أنها خطوة قوية ورائدة في مجال العلاقات والتعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم محمود جميل التلفزيون المصري شهدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع والمستشار محمد عبد البهاب الرئيس التلفزي للهيئة العامة للاستثمار توقيع اتفاقية شراء أصول بقيمة 630 مليون جنيه من شركة مصرية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة سعودية للصناعات الغذائية ذلك في إطار الخطط التوسعية للشركة السعودية في السوق المصرية للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة وقالت الوزيرة أن توقيع هذا الاتفاق رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي يعكس ثقة المستثمر في السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أجرى وفد مجلس الأعمال المصري الكندي اجتماعات موسعة في العاصمة الكندية أتوى بترتيب من السفارة المصرية في كندا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى هامش الزيارة أكد سفير مصر بكندا أحمد أبو زيت على الأهمية الخاصة لهذه الزيارة لكونها تأتي بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات ولكون تشكيل الوفد المصري يضم نخبة متميزة من رجال الأعمال المصريين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي تليه الدولة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة مع كندا أعلنت البرصة المصرية نقل أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من سوق الشركة الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي واحتفلت الشركة بأول تداول لها برأس مال وصل لمائة مليون جنيها كانت الشركة قد دخلت لسوق الأعمال بالبرصة في 2012 برأس مال ثمانية ملايين جنيها ويعتبر المجال التعلمي من أكثر المجالات نجاحا في البرصة المصرية وأكثرها تطور خلال الفترة الأخيرة هذا السوق تم تأسيسه في 2010 على مدار السنتين اللي فاتوا فقط ومع تزامونا أيضا مع خطة إعادة هيكلة هذا السوق شاهدنا انتقال ثلاث شركات والاعتماد على هذه المنصة في زيادات رؤوس الأموال وهي دي الرسالة اللي احنا بنقولها للشركات المتوسطة والخاصة المتوسطة يعني والصغيرة أنه منصة سوق الأوراق المالية طالما أن الشركة لديها خطة للتوسع ولديها رؤية واضحة في هذه العملية منصة البورصات هي اللي بتتيح لهذه الشركات تباعا أن هي تزيد من رؤوس أموالها علشان تمول مشروعاتها الاستثمارية النهاردة زيادة رأس المال ده كان طبيعي لازم يكون موجود عشان تبتلي تزيد الإراضات احنا زودنا طبعا إنشاءات وزودنا تجهيزات وبالتالي زيادة الكثافات الطلبية ووصلنا الحمد لله إن احنا فول كاباستي وده بالتالي بداية للانطلاق مع الحجم اللي احنا بينا فيه إن شاء الله حيبقى فيه زيادة أقوى بكتير وحيبقى فيه توزيعات أرباح أكثر بكثير وإلى البورصة المصرية حيث وسجلت مؤشراتها ارتفاعا جماعية لدى إغلاق تعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات و800 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 673 مليارا و300 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.87% ليبلغ مستوى 10236 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 3.14% ليبلغ مستوى 1837 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس هندرد الأوسع نطاقا والذي زاد بنسبة 2.84% ليبلغ مستوى 2742 نقطة تراجعت الأسهم الأوروبية حيث يترقب المستثمرون خطة البنك المركزي الأوروبي لتجديد السياسة النقدية وانخفض المؤشر استوكسي الأوروبي بنسبة 5 من 10% ويتجه المؤشر صوب تكبت خسائر لثالث جلسة على التوالي وكانت الخسائر في الأسواق الأوروبية واسعة النطاق وجاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بين القطاعات وزاد بنسبة 4 من 10% أنهى المؤشر نيكي الياباني تدولات دون تغير يذكر بعد جلسة متقلبة رفعت المؤشر خلالها لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب بفعل تراجع أسهم شركات الشحن وصناعة الرقائق التي بددت مكاسب شركات الطاقة وصناعة السيارات واغلاق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 4 من 100% وزاد المؤشر نيكي نحو 10% على مدى أربعة أسابيع حتى أمس كما أنهى المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا تدولات على تراجع طفيف أيضا بلغت نسبته نصف في المئة خمسة من مئة في المئة ومن بين الأسهم المدرجة على نيكي وعددها مئتان وخمسة وعشرون سهما ارتفع مئة وثلاثة عشرة سهما مقابل انخفاض مئة وواحد بينما استقر أحد عشر سهما فنان مميز ذو ملامح مصرية صميمة قدم العديد من الأدوار اللافتة أمام عمالقة الفن حتى أصبح رمزا لشباب منجيليا وبالرغم من أن القدر لم يمهله إلا أنه قدم ثلاثة وعشرين فيلما سينمائيا وأحد عشر مسلسلا تلفزيونيا وسبع مصرحيات إنه الفنان الراحل عبدالله محمود الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته عن عمر من نهز أربعين عاما موسيقى ترجمة نانسي قنقر رحم الله الفنان القدير الراحل عبدالله محمود وبهذا انتهت نشرتنا مشاهدين ولما تبقصوا تذكرة بالعنوين موسيقى خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد ويؤكد توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق البنك الدولي يرفع من توقعاته بنمو الاقتصاد المصري ليتجاوز معدلات ما قبل جائحة كورونا انتهت الثالثة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر